في الأزمات تتجلى الحقائق الكلمة الواعية والصادقة والمتوازنة لوسائل الإعلام المختلفة خلال فترة الجائحة كانت وما زالت بمنزلة طوق النجاة الدكتور شيء أسمع منه ما أسمع من السوشال ميديا طبعا اسمعوا التعليمات اللي جاية من المسؤولين اللي في البلد اللي هم على راسم وزارة الصحة يكون استشاري يكون بروفزور يكون يعني شيء يعني أخذ من المصدر يعني اللي هو موثوق طبعا للكلمة قوة وتأثير خلال فترة الجائحة المفردات الإيجابية والأخبار من مصادر موثوقة هي الأدوات المحفزة والمحركة للجموع لمواجهة الأزمة نحن الآن في الكويت نحتاج أنه نستفيد من هذه التجروة لتعزيز ثقافة السلامة لاستخدام ثقافة حساب المخاطر لتحمل مسؤولية المشتركة لإكساب مهارة استجلاب المعلومة مع التدقيق على المصدر وعنم أخذ أي معلومة تأتينا كأنها مسلم فيها تحلت الجهات الإعلامية المختلفة الرسمية بمسؤولية أخلاقية وإنسانية لمواجهة الوباء بتصديها للشائعات التي تبثها فئات أقلية عملت على حبكي سيناريهات كاذبة إلا أن الإعلام الصادق ساهم في تحصين المجتمع شركائنا المؤمنين بفكرتنا والذين يحملون مسؤولية الإعلام يكون عندهم حد أدنى من المعلومة هذا يساعدهم في اختيار الصيغة يساعدهم في اختيار العنوان ترتيب الأولويات وهذا يطلب في المقابل أن يكون عندهم مساء الاتصال لاستزادة فيها عندما يكون أنت كإعلامي في سباق مع الزمن لإرسال معلومة الشغلة الثانية يجب أن يكون هناك مساحة إبداعية أنا فخور جدا حقيقة بأداء وزارة الإعلام سخرة كل قنواتها التلفزيونية وقنواتها الإعلامية وكل مصادرها ومنصاتها لصالح رفع وقرع نواقيس الخطر للتصدي لجائحة كوفيد-19 وسائل الإعلام هي أداة فاعلة ومؤثرة في تكوين الاتجاهات وإظهار الحقائق ونشر ثقافة التوعية فهي شريك حقيقي للصحة لمواجهة الأزمة لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر